الفاكتين هو معنى واحد انت فعلا هو شايفك باللي انت فعلا انت فيه انت مالك الصيوف انت الشخص الحكيم اللي بياخد قرار او يبتدي علاقة بيبتدي فيها صح مش اي كلام مش اللي هو انا عاد كل معك في علاقة نلعب لا 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 داخل قصدي خير او داخل قصدي خير او داخل قصدي خير انا مشاعري حيائي هو شايف انت مشاعرك حيائي وتستحق الثقة هي تقريبا علاقة جديدة انت با كمان شايفه انت شايفه عرض انت كل تفكيرك في الوقت انا فكرة برج الطور برج بيفكر جدا مش بالماديات بالمستوى العلاقة يعني ده معنى ده العلاقة دي هتروح فين بعد كده انت كمان شايف ان هو شخص حقاني جدا هو شخص صادق وعرضه صادق لو هو اللي عرض عليك الحب فعرضه صادق وشخص جميل جدا وهو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها هو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها طيب هو ايه الخطوة اللي هيخدها لو هو شخص اللي لسه معبرش عن حبه او شخص عبر عن حبه ولكن مش عارفين هل ممكن عايز يوصل العلاقة دي لمستوى تاني مثلا ولا لا فهو عايز يستقر هو فعلا مقرر انه خلاص هو هو فاس بيك خلاص هو ده ما شعره هو حاسس بانه عارف لما لما تكون لقيت حاجة كنت بدور عليها بقلك فترة وقلت خلاص هي دي انك مش هدور تاني هو مش هدور تاني هو لقاك مش هدور تاني خلاص ودلوقتي يقدر انه هو يفتخر بانه لأحد زيك انت انت و لو هو شخص كان بيروخ ويجي يروخ ويجي يروخ ويجي يروخ ويجي يروخ ويجي يروخ ويجي فهو هيستقر عليك خلاص وخذ القرار والحكمة السليمة سوري هو الكارت ده ما كانش هنا قصن طعا وفي حاجة غلط فهو مقرر يستقر بقى وياخد العلاقة دي لحاجة جديدة ومقرر انه هو يبص القدام بقى او يشوف هيعمل ايه في العلاقة دي وهياخدها الفين بعد كده لان انت كمان يا برج الثور انت كمان مقرر تكمل السعادة دي وفرحان جدا بالعلاقة دي ان انت سعيد جدا بالعلاقة دي جدا ومشاعرك مكتملة انت حسس بان انت انتو الانتنين حاسين بنفس احساس احساسك كلها متنسقة مع بعض فهو شايف ان هو استقر وانت شايف ان انت خلاص انا مش محتاج هانا تماما انا كملت اللي انا عايزه قاعده بس خلاص شكرا اقول لك قفل يا ابن الكمين وتعلى الروحة فانت يا برج الثور خلاص استقررت ومبسوط من الاخر مبسوط في العلاقة دي جدا وشايف ان هايز دي العلاقة الكاملة اللي هتحقلك السعادة طوال الحياة يعني هوا شايف العلاقة دي ازاي شايفها الاعلاقة الابدية انتو مربوطين مع بعض شايف ان انتو الاثنين قدر بعض انتو العلاقة بتعمل مع برج الجد او برج هوائي او ممكن يكون برج ترابي زيك وممكن يكون برج مائي او ممكن يكون برج برض الجوزاء اوكي وبرج هوائي برضو زيهر لنا هنا وترابي تاني زيهر لنا ترابيين كتير فشايفك ان انت ده مش الشيطان ولكن في رابطة ما بينكم في رابطة ما بينكم عشان برضو ايه اوكي انا هاخدهم بس احطهم على جنب كده ونشوف برج التور اعتقد ان هو كرت مش وحش والحاجة يعني مش اكيد مش قصو شرير لان انت انت شايفه السوميت بتاعك شايفه انو الحبه كله والعصافير حواليكو والحيام زلزاء خالص في برج التور ولو انت معجب بحد ودي علاقة اعجاب فهو كمان معجب بيك اه مش بقولك دي العلاقة المثالية اه وتتعامل مع حد بور جمائي برضو اه انه هو ده شخص اللي انا هقدم له العرض لو هي اعجاب فشخص ده معجب بيك وهيجيلك يقولك بقى ان انت اللي هرتبط بيه خلاص وده مربوط بثلاثة مش هنصيب بعض ابدا يا عمري هنبضل مربوطين في بعض كده وانا هقدم لك عرضي قريب لو هو شخص معجب بيك انت كمان شايفه حاجة حلوة قبل انتو الاثنين مش عاركوا واحدة على فكرة يعني انتو شايفه انو هو السلمية بتاعك والشخص الجميل بتاعك والشخص المثالي واللي شبهك واللي بيديك نفس الحب المتوفق منك واعتقد ان ايه دم ولتركو ايه علاقة حب هتنتقل بعد كده لحاجة تانية ومشاعركوا واحدة هو ايه علاقة في الاول خلاص طب النصيحة ايه؟ النصيحة يا برج التور ان انت تساير العلاقة بقى يعني ايه ساير العلاقة؟ يعني تمشي بقى مع الطيار هقولك ازاي دلوقت انتفسرها برضه اعتقد ان ممكن تكون انت قلقان شوية مثلا ممكن تكون قلقان شوية منه او قلقان قوي من مشاعره مثلا فخايف شوية بتاخد احتياطاتة او ممكن يكون في قلم من الماضي اوه يا برج التور انت هتتجاوز الكارت بيقول لك امشي بقى بالعلاقة قدام عشان انت في الاخرى يبقى فيه سعادة ما بينكم اوه ده شخص المقدر ليك يا برج التور اوه ده السلمي بتاعك انا بقول لك كورو كلها كورو كلها زي بعض اهي اوه يعني النصيحة بتاعتك اوه يلا بقى شوية بقى الالام الماضي لو هي علاقة وانتم متخصمين ورجعتوا مع بعض لان بصوا اهي فيه تواصل يا اما فيه تواصل الراجع تاني لو علاقة قديمة وكنتم متخصمين ورجعتوا تاني دي مشاعر بتتجدد بقى اللهم احنا سايدين بعض بقى النا فترة فلو انت خايف منه ولسه شايل من اللي حصل زمان في العلاقة في الاول فما تخافش هو بيحبك اوه وشايفك حاجة كبيرة اوه 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 بس سيبك بس بيقلتك بيقولك شيل بقى الام الماضي يدير كنا على جن عشان دي العلاقة بتاعتك الحلوة تي حاجات حلوة جاية لك يا بركبتور شيل بقى الام الماضي دي ارميها بقى ارميها وبدأ من جديد ولو هي علاقة جديدة شيل المخاوف لو انت خايف منه او خايف من دفاعه شوية لو هو مندفع او ما بيجيلك بعرض كده وحاسس انه مندفع عليك شوية ما تخافش هو بيحبك وانيته سليم يا بركبتور كراءة جميلة قوي اه كراءات الابراك الترابية جميلة عجباني انا شخصية تعيب نشوف بقى نجمع دول على بعد كده ونشوف اه طبعا دي كراءة لذيذة لكن فيه اكيد الجانب الاخر من برج التور وهو الجانب مش الاسوأ بقى اللي هم الناس اللي متخصمين مع بعض ما بحب اعمل الورق كده عشان انا مجا فرط تفق لقيه الناس اللي متخصمة او بقى لهم سينا ما يعرفوش عن بعض حاجة او بعيدنا عن بعض وهو التون المتخصمين ها ها نجينا نشوف شعره ايه ونيته التجاه ايه اعم ده تعبان قوي يعني اه يحيط المخاوف يعني محبوس جوه الذكريات واللي حصل بينكو والفراء وطريقة الفراء وطريقة البعد اه وممكن يكون اه تعبان وعايز يرجع ومش عارف اه ممكن يكون خايف يقدم رجلي والاخر رجل وعايز ايه عايز يدي العلقة دي فرصتان اه عايز يرجع يا بربطور ونفسه انه يقدم عرض تاني وشايف كنت شايف كنت الشخص المناسب او اكتشف بعد الفراء وبيلون نفسه على طول بانه سبقا ده شخص بيلون نفسه على طول يقول انا السبب انا العلاقة دي بزب دي سببي والكلام ده كله اه بس كده اه بس كده اه ورا بيوضح بعضه اه 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 هو في مرحلة اللوم دلوقتي واللي هو شخص قاعد بيحاسب نفسه واه نيته وانا ما بكراش المستقبل بس يعني بقرأ النية ممكن تكون محققة وممكن يسح الصبح يقول لا مش هرجع بس دي نيته نيته تبقوا عارفين كده نيته سليمة ان شاء الله بس هو عايز ياخد قرار حازم وقرار ميفوهش رجع بانه يبدأ تاني زي ما بقول لكم عايز يدي فرصة جديدة وبيلون نفسه قاعدة اللي حصل وانا زي سبته وضيعته من ايديه وشخص كان كويس وكان طوأم ليه فانا هدفه العلاقة دي فرصة تانية وهرجع ان شاء الله يعني اميته انه يرجع برضو الحمد لله القراءة المرة دي حلوة الابراج النارية ما كانش مرفقة او شوية كده عشان النارية بقى كده والهوائية برضو شوية لو عزاب بقى العزاب بقى ممكن يبقى سيناريو ثالث خالص وممكن يكون تكملة القراءة الاولانية او القراءة التقنية فا مين الجاي في طريقكم يا بورب العزاب اه سوري يا عزاب يا بورج التور اللي بقى الكلام خالص عشان نفرط الورق كده عشان نبقى ايه نختار برضو النص اللي جاي في طريقك ومشاعره ايه ونويلنا علي ان شاء الله ناخذ بازن الله شويتلكون ايه خير اللي جاي في طريقك حد سنجل وحد يعني ايه سنجل ممكن يكون كان في علاقة قبل كده لان مشاعره هو قلبه مقصور اصلا لانه ما جاي لك هو سنجل يبقى معنى كده هو حد جديد وخرج من علاقة ممكن لان قلبه مقصور وموضوع جدا 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 وعايز يجاوز ده شخص عايز يستكر وعايز يخرج من الجنتلة دي وعايز يستكر ممكن يكون حد قديم برضو نشوف اه برج التور ممكن يكون حد قديم وانتو سبت بعض وهو منتظر اللحظة اللي يرجع فيها تاني مرة تانية اه ممكن يكون حد قديم فعلا والعلاقة ما بينكم انتهت بطريقة مش لطيفة خالص اه هو اللي خدعت او انت اللي خدعته حدا من التانية الاخر كده يعني قطعته ببعض وكان منتظر لما تهدى شوية والامور تهدى عشان يرجع تاني ولما الامور هديت فعلا وهو قد يقف على رجل تاني وايجي لك او ممكن بقى سنعمل تانية اذا شخص تاني انتو متعرفوش اصلا انت لو عايزك ويجي لك سينجل هوا وهو خارج من علاقة واش اوي 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 خارج منها مهزوم وانتظر فترة طويلة جدا في العلاقة اللي هو فاتت العلاقة اللي هي سايفها دي انتظر فيها فترة طويلة جدا وللاسف خسر منها كتير خرج منها مهزوم وقدم في العلاقة اللي فاتت دي حاجات كتير جدا وما خدش منها غير حاجة واحدة بس فكان سينجل استجمع بقى كل قوته عشان قلبه مكسور جدا ولكن هو عايز يدي لنفسه فرصة تانية وعايز يبدأ علاقة جديدة وبالفعل اخترت انت بقى برجو التور الف مبروك عشان يبدأ معاك بداية جديدة الحلوة دي واتجيبه عالصه بإذن الله كراءة حلوة جدا 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 انا تحب برجو التور وفصوا احب احب دي العرض واستشفاء اعتقد ان هو شخص فعلا كان فعبان او حدا وخفى من العلاقة اللي فاتت دي برجو التور مرسي جدا وشكرا لمتابعتك ويراب تكون القراءة اشتركوا في القناة